اشتركوا في القناة سلام عليكم بما صبرتم أين الآلام؟ مع صبغة في الجنة تنتهي الآلام ومع غمسة في النار تنتهي الأفراح المزعومة الكاذبة لذا أيها الأحباب كان الحبيب يقول لأصحابه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله يثق أن الله جل وعلا فوق ما تتصوى الله أعظم مما تتصوى وإذا أعطى سبحانه أدهش العقول عطاءه يأتيك بالأرزاق من حيث لا تأتي تدري ويأتيك بالنصرة من حيث لا تأتي تدري وإلا رجل يقذف في النار إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنار تحترق والنار تحرق ويرفض أن يطلب النصرة إلا من الحق جل وعلا حسبنا الله ونعم الوكيل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما النار نار إبراهيم هي النار التي عندنا وتحرق والرب الذي أنقذ إبراهيم هو الله الحي القيوم سبحانه وتعالى فكن مع الله كما قال من قال من السلف أعطني إيمانا كإيمان إبراهيم أوقد لك أو أبني لك جنانا في الجحيم يحتاج إلى التوحيد هذا وإبراهيم يضع سارة آسف يضع هاجر وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع موحش حتى الطير ولا ماء إنما هو الهواء والجبال السود آه الله أمرك نعم ثقة في الله حسن ضمن بالله وثم دعاء وأهوت إليهم نفوس الناس وأتت جرهم وبنيت أفضل بقعة على كوكب الأرض قمة ودرة وسرة الكون كله مكة التي أتى إليها الناس من كل فج عمير كان عند الثقة وهو يضع أبناء أن الله جل وعلا سيؤويهم وسيغذيهم وستجبى إلى تلك البقعة ثمرات كل شيء موسى على الماء والجيش فرعون خلفه والجبال على الميامن والمياسر والماء رهو والماء له خفقان وأموات وكلهم إنا لمدركون يتقدم الواثق ثقة بالله حسن ظن بالله متفائل بوعد الله كلا إن معي ربي سيهدين يضرب البحر ثم ينفلق إنها الثقة في الله ووالله وتالله لو أن عبدا وثق بالله ثقة الأنبياء في ربهم جل وعلا والله لا يغلق عليه باب والله لا تمر على قلبه كربا والله ما تدمع عينك حسرة تدمع شكر وحمد وثقة وسعادة لكن أين معين التوحيد في بعض القلوب المتضجرة والتي وقفت على سواحل الأحزان وتقول إنا لمدركون ضاعت الشيء راح المال راحة الصحة يا أخي الله لا يخلق شرا محضر الله له في كل أخذ وإعطاء حكمة الله قد يحب عبدا فيأخذ منه ويبغض عبدا فيعطيه الله جل وعلا أخذه عطاء والله جل وعلا لو أن عبدا تضجر من أخذ الله لعينيه أخذ الله لماله أخذ الله لولده أخذ الله لبعض بدنه قطعت أقدامه ذهب ماله تحرك لسانك بالحمد فإن الله يراك ويرى مكانك ويسمع كلامك ويسمع أنينك ويرى دمعك ولكن منزلتك عالية فصب عليك البلاء يبتل المؤمن على قدر دينه يبتل المؤمن المؤمن الأمذل فالأمذل من كان في دينه صلابة كان البلاء عليه أكبر لما؟ لأن أولياء الله ما رضي الله أن تكون الدنيا عطاء لهم ولا دار لهم ولذا محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ما أعطي من زهرة الدنيا شيء ما أعطي شيء بيته ثلاثة متر ونصف في مترين ونصف بيته كبيوت الناس بل أصغر من بيوت الناس لماذا ما أعطاه أحد ذهب؟ لماذا ما قلب الصفا ذهب؟ لماذا ما أسال الأودية له ذهب؟ لأن الله أحبه وإذا أحب الله عبداً جعل الجائزة له في الآخرة لأن الدنيا فانية الدنيا فانية يا صاحب الآلام أحسن الأدب مع الملك العلام فلربما ما أخذ منك إلا لأنه يحبك كيف تتضجر من الذي يحبك جل وعلا؟ إن العبد الذي يرى فيها يرى أن الله إذا أخذ منه إنما لأنه يريده يريد أن يسمع ردة فعلك فالمتفائل يعلم أن الذي أخذ منه بإرادة الله بمشيئة الله بقضاء الله بحكم الله الله إذا قضى وحل قضاءه فلماذا تجزع؟ فإنما هذه الأقدار يعني بعضنا يغضب لو فعلت كذا لكان كذا ولو تقدمت قليل لما كان كذا ولو مسكت فرامل ما صار حادث ولو ما ضربتها ما صار طلاق ولو بعت الأسهم قبل سقوطها لما افتقرت لو 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 هذه أداة الشيطان هذا مفتاح أبواب الشيطان قدر الله وما شاء فعل وكما قال بعض السلف لو أن الله كشف لك سجف الغيب أنت الآن تكره أن قدمك قطعت أن ابنك مات أنك فصلت من الوظيفة أنها طلقت أن المال ذهب أن العين ذهبت السكر جاء والضغط جاء والكلسترول جاء وجلطة وبعد جلطة وآلام وتعب في البدن لو قيل لك انظر وكشف لك الغيب ورأيت مواقع قدر الرحمن لك والله ما يختار عبد إلا ما اختاره الله له والله ما تختار إلا اللي اختار الله لك لأنه الحكيم لأنه العليم لأنه الرحمن لأنه الرحيم لذلك لا تجزع يا عبد الله لا تجزع ودائما تجد العظماء وترى للمعلومية لا يمكن أن يكون إنسان عظيم من عظماء الدنيا بل ولا حكيم من حكماء الدنيا حتى يكون متفائلا فإن الحكمة تنبت في أحواض التفاؤل الحكمة تنبت في أحواض التفاؤل واللي غير متفائل قاعد مقعد هلك الناس قال الحبيب من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم أو أهلكهم إما هو أحد أسباب الهلاك أو أنه أهلك إنسان في الأمة كيف يهلك الناس كيف والله حفيد الله حفيد الله عظيم كيف سبحانه وتعالى ممكن يهلك خلقه وهو الذي حفظهم وهو الذي خلقهم وأوجدهم فقط أنت قم بما يجب عليك وترك ما لا يجب عليك ستجد أن في كل ألم أمل وكل محنة منحة نبغى نصير عصافير يا أخوان ممكن نصير طيور وعصافير العصافير متوكلة لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم تجد أن الرجل اللي عنده بعد اقتصادي وتخطيط تلقى مطمئن تمر دائماً للاقتصاد يمر بمنحنيات صحيح وبمؤشرات فوق تحت فوق تحت لكن التاجر الواثق الواثق في ربه واللي عنده بعد نظر يقول يا ما فيه عسر لا يعقبه يسر ولهذا تجد الآن بعضهم يشتري الآن مع الهبوط يشتري ليه تشتري يا شيخ؟ قال سترتفع واشتراك عندي ثقة في الله وهناك سنن هناك سنن كونية أنه لا بد لا يمكن أن يدوم الرخاء ولا يمكن أن يدوم العناء ولا الانكسار ولا الكساد هذه سنة حتى في العزة للأمة أحياناً تكون الأمة في ذروة عزها وتهبط من علياء عزها عندما تفرط في أوامر ربها ثم تعود وتمسك بالله من جديد بحبل الله المتين فترتقي وتضعف فتنهار وهكذا المؤشر في الدنيا لا يمكن أن يستقيم الناس على حال ولا الوضع يجب أن تؤمن أنت بما أن العاقبة بيده وأن الأمر بيده أن لارتفاع الأمم وسقوط الأمم ارتفاع الاقتصاد ونزول الاقتصاد هناك سنن كونية ثق في الله لا تثق في غيره واعلم أن المفقود اليوم سيعود غدا المفقود اليوم سيعود غدا وسيعود أجمل لماذا؟ لأني لا أثق في الخلق ولا في محلل أنا أثق في الله أثق في الله وما دام الإيمان في قلبي وقلبك